السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى أعلي وسحبه أجمال إن شاء الله اليوم تنبعوا معي طريقة ومقدر التحذير عندي هنا الخضرة مطيشة الدنجال القرعة والكورجيتة الففلة ما زال غنزيد التومة وغنزيد البصلة أكلة منعشة وصيفية وصحية ومفيدة تومة تبعوا معي إن شاء الله وسهلة هاي البصلازتها هدا بغادي نجيب تومة وغنقشرة هذه الخضرة هادي ونطلقعه بعدما قشرت الخضرة وقطعتها جبت طنجرة أربيح تهورا قطعتها القصبر ومعد نوس هانتم ها مطيشة ها الففلة ها القرعة وغنقشرة 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 كامل نغي حزلتوا باش تشوفوا كل حاجة اللي درت نجلا وغنقشرة نجلا لنا قطعتها قطعتها ترايفية بصلة قطعتها هاية بصلة اللي شفته بصلة متوسطة الحجم تومة هاية قطعتها هادكي جيرا صراحة مقابلة سوف نضيف قصبوره مع النوز البصلة قدرت نصفها نصف نصفها اضفت قصبوره مع النوز نضيف الملح نضيف توابيل قياس الملح على الساب الطوق زيت الزيتون جوج مع القلة ثلاثة قصبور مطحون قصبور يابس قصبور حبوب كامون ليست من الهواء نرى حظة القياس القياس الأول كوم نضيف ملح على شكرا لان ق teachings ينظيف تعform بالضennis تحمير كامون والثلاثة هي من 4 الصف من 4 صف كبس طيات قبصة زنجابي لأن المدق العطرية لا يغلب على المدق الخضراء يعجبني المدق الخضراء واحد صلصة حارة التي صيبتها للظهر صوبتها بيدي الففلة الحارة وففلة الخراء لا تقوم بشتو الفيديو كنت شريها كنت شريها اللهم ما تجيبي غيرها ربعة ربعة كتصيبك تخرج لك الجروج قراعي ولا ثلاثة وكتحاربها شنو درجي صافي نخلط المكونات كاملين هذا العطرية مع هذا الخضر باش الخضر يتلبسوا بهذا العطرية هذي وزيت الزيتون والقصبور مع دنوس ريحة كتشه هي طلعة من التنجرة نضيف دابة أربع كاس ربع كاس لانه راكم عارفين الخضر تطلق الماء لها صافي صافي طنجرة روعة روعة جلديدة مقبلة مع الحوت مع الشيواء يعني بزاف دل اسمته هادي كالتكل بالخبز او بالروض او بالطاطا كل مهم احنا تلنا كلها بالخبز هيا هادي روعة تشكيلة دل الخضر خرجنا منهم هادي الأكل هادي بدون لحوم بدون بير بدون بزاف دل اضافات هادي كمقبلة مع الاسماك لا بغيتو ولا مع البيض ولا غبو حدها ممكن لو بي هادي كنتمنى يكون الفيديو عجبكم ونكون خفيفة ضريفة عليكم الفيديو رو قصير بزاف يعني في غسطة دقيق كنتمنى اينا الاعجاب ديلكم وإلى فيديو قاتي ان شاء الله بحول وقاتي وقواتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير على المشاهدة وعلى المشاركة كنتمنى الله تعالى يجعلكم المزان الحسنة ديلكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة